Tablet of Give10bit and Baking Today I'm going to share with you the green caramel flavored cupcakes إزايقوم كيف إنكم يوم تابعين على قناة هدية الأكل والخفيز النهاردة هعمل لكم cupcakes بنقهة الكرين كارمل المقادير هستعمل 115 جرام من الزب الغاب وملبحة ومعها 180 جرام من السكر البني وزر من الملح هستعمل برضو بثين متوسطين الحجم بحرارة الغرفة ونصف كبباية من اللبن بحرارة الغرفة لمقادير الكبكاية هستعمل نصف ملعقة كبيرة من الباكين بصغيرة وملعقة صغيرة من نكهة الكريم كارميل لتزويد نكهة الكريم كارميل أنا عندي هنا ملعقتين كبار من كريم كارميل صوص أنا عمله في البيت أنا هستعمل نوعين من الدقيق اللي هو 125 جرام من الدقيق ذات التخمير و125 جرام من الدقيق العادي أول خطوة أعملها هي حضرب الزبقة مع السكر البني لحدد ما يجانس ومع بعض حول قدر الإمكان تمسح الجوانب عشان تخلط كل الخليط أول ما يختلط مع بعض حضيف ملعقتين كبار من الكريم كارميل صوص حضرب الكريم كارميل لمدة بسيطة بس عشان يختلط مع الزبدة بعد كده حضرب بيضة وراء الثانية أحسن حاجة تعمليها إنك تضرب ببيضة بيضة للخليط عشان تتأكد إنه هي اختلطت كويس مع الزبدة بعد ما تضرب البيض بفي ملاقة صغيرة من نكهة الكريم كارميل فلافر بعد ما تضيفي نكهة الكريم كارميل ممكن تضيفي الدقيق على مرحلتين مع نصف كمية اللبن وتضربي بعد ما تضرب الكمية الأولى من الدقيق وتختلط ضيفي الكمية الباقية من الدقيق واللبن وخلطيهم مع بعض أجب أن تضرب الكمية الأولى من الدقيق واللبن وخلطيهم مع بعض كل مرة امسح الجوانب عشان تتأكدي كله اختلط مع بعض الآن يمكنك استعمال ملعقة الأسكريم عشان تحط الخليط في كل الغلاف بتاع الكبكيك وما تبتدي في الخليط لازم تكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 c بعد ما تخلص كل الكمية داخليها الفرن على درجة حرارة 180 c وحتى أخذ منك من 20 ل 25 دقيقة أول ما فرن يقلح الجوانب لذلك الجوانب وزراج PRESIDENT واحتمانا عندما تتعد الباقية من المصابر لذلك الشوانب الأولى تكون حضوراً درب أفضل الأولى من السور في المصابر المصابر حرارة 100 c بعمل هذه السرعة 150 كم كم مصابر درس المصابر غزط وصفاًب أفضل تضيق ثم ألف شورة 1 شفاة 2 بخلصة ثم Beatlesبنة الزبنة المملحة مع 150 g mascarpone و نص كباية سكر ناعم مع ملاق دين كبار من a cream caramel sauce the butter and the mascarpone cheese should be at room temperature الزبنة مع المسcarpone cheese لازم تكون بحرارة الغرفة first whisk the butter with the mascarpone cheese and the icing sugar until smooth and creamy then add the 2 tablespoons of the cream caramel sauce first whisk the butter with the mascarpone cheese with sugar and then add the cream caramel sauce and then add the cream caramel cupcakes i have also added into my popping bag some lines of the cream caramel sauce just to give it that extra glazed look i must warn you these cream caramel cupcakes are so moist and so full of flavors of the cream caramel i'm very addictive thank you very much for watching this video for more sudanese egyptian african or any other international recipes please like share and subscribe to my youtube channel gift of food and baking until i see you as the next recipe bye bye شكرا تدير جدا لمشاهدة هذا الفيديو لوصفات سودانية مصرية أفريقية أو عالمية الرجاء الاشتراك على قناة هدية الأدخل الخبيث حتى ألقاكم في وصفة جديدة يلا مع السلامة